عقوب تقطعوا فأبوك والأهلون والأصحاب قد أمسوا وهم بالطف حولك سرعوا ما فقد يعقوب ليوسف بالغ معشاره بل ما أصابك أفضعه نهض الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه بمهام الإمام وقيادة المسلمين في وقت بالغ الشدة والخطورة والألم لأن أعتقد ماكوا واقعة أفضع من واقعة الطف ولا واقعة آلمة الضمير المسلم كواقعة كربلا وما تلا هذه الواقعة من أحداث وآلام السبا إذن في هذه الأحداث بالذات آلت أمور الإمامة إلى الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه بعد واقعة الطف هالواقع اللي خلفت آثار كبيرة وأحدثت زلزالاً أربك الحكم الأموي وفضح المتخاذلين وأدان الذين خططوا واشتركوا في قتل الحسين سلام الله عليه بهالظروب بالذات كانت إمامة الإمام وياريت القضية وقفت عند هذا الحد بل تبعتها واقعتين لا تقل عن ذلك ألم وهالواقعتين واقعاً أزالت اللباس الشرعي اللي حاولت الدولة الأموية أن تلبس نفسها به وبينت حقيقتهم للمسلمين الواقعة الأولى أو الواقعة الثانية سميها واقعة الحرة حيث السبيحة المدينة قتل الكثير من المهاجرين والعنصار وأبناؤهم ولد ألف ولد لا يعرف له أب أوتلتها الواقع الأخرى رمي الكعبة بالمنجنيق وبذلك استهدف أقدس رمز يتجه إليه المسلمون في عبادتهم في صلاتهم إذن بهذا الواقع اللي كل ألم وكل حسرة وشديد الخوف والحساسية كانت إمامة الإمام سلام الله عليه فآلت إليه الإمامة ورث بذلك رسالية الدين وإرث الأنبياء وكنوز العلم ومظلومية الشهداء منها المنطلق بالذات خليني أقف معاك في جوانب أربع نسلط الضوء فيها على حياة الإمامة سلام الله عليه الجانب الأول هو الجانب العلمي لا شك أن كل قائد يتزعم أمور الأمة أن يكون على مستوى من العلم لأن واقع الحال للقائد إذا ما كان على مستوى من العلم أدى بالأمة إلى الجهل وبالمواطن إلى الخراب إلى الاندثار إلى التهديم أئمة أهل البيت سلام الله عليهم تميزوا بالعلم في قيادة الأمة وبرز الإمام علي بن الحسين بالذات في أنه أول إمام من أئمة أهل البيت يجلس بالمجد النبوي ويفتي أول إمام جلس في مجد النبي وتعرض للإفتاء هو الإمام زين العبدين سلام الله عليه لأنها ما أبيحته ظروف لا للإمام الحسن ولا للإمام الحسين ولا للإمام أمير المؤمنين في وقتهم أن يأخذ مكان الطبيعي في مجد النبي لأن الأوامر صدرت أنه لا يجلس في مجلس النبي ويفتي إلا أثنين تميم الداري وكعب الأحبر ولهذا إذا تجي إلى كثير من أفكارنا مع شديد الأسف يعني تلقى الطابع الإسرائيلي في الفكر متغلغل لأنه ما خلوا إلا دوله وأمثالهم يخططون للدين ولذلك إذا تجي إلى بعض كتبنا العقائدية تتعجب أنه هذه بالأخص لما يتعرضون إلى حياة النبي مع شديد الأسف لأنه الفكر الأموي ما قدر يتحدى الرسالة بما فيها من قوة وين إجا إجا وشوها وشخصية النبي صلى الله عليه وعلى آله النبي بولواقوف النبي يسوي كذا نبي يضع عائشة على متنة والأحباش تغني ولذلك الأمة أصبحت أمة ذليلة أمة منبطحة لأنه هذه المقاييس اللي وضعوها في طريق الأمة أدى بالأمة إلى الانبطاح وإلى الانخذال وإلى أنها لا تستطيع أن ترتفع بأخلاقها وبمقدساتها لأنه خلوا بيعدها مقاييس تافهة من قبل ألف وأصوات الجراح بنا تدعو وتدعو إلى أن هدها التعب كذلك الجرح إن يعتاده صمم سيستوي عنده الإلحاح والصخب ويح الجراح التي عشنا نطببها ببلس من ملؤه الأشعار والخطب لو لا شموخ رعيل من براعمنا يعطي الشهادة طعما ريحه العذب لاستقدرت موتنا دنيا نموت بها موت الدباب وقالت بئس ما اكتسب قانا هو الدمع مأوى كل من هرب فكفك فيه ولو يقرى به الهدب وألهب النار حتى في جوانحنا فربما ألهبتنا وهي تلتهب الغرف أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه هو أول إمام جلس بالمجد النبوي وأخذ يفتي وبهذا حول الإمام سلام الله عليه مجد جده المصطفى إلى كعبل العلم ومنارا للفاضل ومدرسة ومدرسة يتخرج منها فقهاء الأمة وفضلائها وذلك المدرسة المباركة نبذت إلى الأمة من الفقهاء ومن الفضلاء ما يدان لهم العلم بالفضل واقع الحال هذا البروز العلمي للإمام سلام الله عليه أجبر علماء عصره على الاعتراف به وبهذا نعرف أن اعتراف أولي العلم بعلم الإمام ماذا يشير يشير إلى مرجعيته بالأمة وإلى علميته فيها على سبيل المثال الزهري يقول ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين سعيد بن المسيب يقول والله ما رأت عيني أفضل بهاشمي أفضل من علي بن الحسين سفيان ابن عيين وذولا من فقهاء ترى متصور ناس عاديين ذولا من الفقهاء العظام في وقتهم سفيان ابن عيين يقول والله ما رأيت هاشميا أفضل ولا أفقه من علي بن الحسين الشافعي يقول علي بن الحسين أفقه أهل المدينة وما وقف الحد عند الفقهاء بس بل تعدى إلى الطبقة الحاكمة عبد الملك بن مروان يقول للإمام والله يا ابن الحسين إن الله رزقك من التقوى والفضل والورع ما لم يؤته أحدا قبلك إلا من مضى من سلفك بعد عمر بن عبد العزيز لما يصف الإمام سلام الله عليه يقول علي بن الحسين سراج الدين وجمال الإسلام وقعني اللي ساهم بالبروز العلمي للإمام سلام الله عليه اللي ساهم بالبروز العلمي للإمام سلام الله عليه واقعة الطف وما جرى في واقعة الطف لأن واقعة الطف شدت الجماهير المسلمة إلى أهل البيت فاتجهت إلى مدرستهم المعطاة لأن واقعا واقعة الطف ثورت الإمام الحسين أحدثت في الأمة فتحا لم تعرف أو لم يعرف التاريخ له مثيل أحدثت فتحا في القلوب وفتحا في الأرواح وفتحا في النفوس وفتحا في المواقف وفتح نعم تحدى أو تعدى عصر الحسين ليشمل كل الفتوح ولهذا أقدر أقول وأنا على ثقة وكل واحد على ثقة أن نهضة الحسين سلام الله عليه عززت التشيع في نفوس المسلمين فانتقلت بالتشيع من إيمان النخبة إلى الإيمان الانفتاح العام على المسلمين هاي ناحية الناحية الأخرى كان لعزوف الإمام سلام الله عليه عن التجاذبات السياسية بالساحة الأموية كان له أثر إضافة إلى محاولة من جاء من بعد يزيد إلى التخلص من كربلاء وما جرى في كربلاء من مصائب مما تسبب في انكفاء الجماهير المسلمة عن الحكم الأموي يريدون يخلصون هذه التبعية كل هذه الأسباب ساهمت في بروز العلمي للإمام وتبوأها المركز الذي يليق به إذن الإمام علي بن الحسين جعل من مجد جده المصطفى منارا للهدى وقبلة للعلم فشد أهل العلم والأدب الرحال إلى المدينة لكي يستافوا من علم علي بن الحسين وريث علم النبوة هذا الجانب الأول في حياة الإمام الجانب الثاني الذي تميزت به حياة الإمام سلام الله عليه هو جانب الدعاء واقعا الإمام سلام الله عليه جعل من الدعاء وسيلة فعالة لتثبيت القيم والأخلاق وتركيز معالم الهدى والإنسانية بالنفس المؤمنة من جانب ومن جانب تاني اتخذ الدعاء وسيلة لمحاربة الأسباب أو المخطط الذي اتخذه بنو أمي لإفساد الأمة لأنه مخطط خبيف حاول به بنو أمي إفساد المجتمع وإفراغ من محتوى لأن واقعا الحال المجتمع قوي بأخلاقه المجتمع قوي بعلمه المجتمع قوي بالتزام بمبادئه إذا جردت المجتمع عن كل هذا تحول إلى كيان نخر لا قيمة له ولذلك شمر الإمام سلام الله عليه عن ساعدي الجد ولجأ إلى الدعاء كوسيلة لإصلاح الأمة وسيلة لإصلاح الأمة وهذا واقعا السلاح لا يعد تحدي للسلطة القائمة ولا معارضة واضحة نعم وهو سلاح واقع الحال فعال هذه القضية أو هذه الصفة صفة الدعاء في حياة الإمام واقعا بحاجة إلى دراسة معمقة نعم وإلى دراسة مستفيضة علما أن ترى كل إمام من أئمتنا سلام الله عليه يعني اللي يدرس حياة الأئمة إلى حد ما شوية يقف متسائل أنه شمعنا يعني الوسائل المختلفة كل إمام من الأئمة إلى أسلوب أسلوب معين الحسن سلام الله عليه إلى أسلوب والحسين إلى أسلوب الإمام أمير المؤمنين بقية الأئمة زين العابدين يعني انتهج الدعاء ليش واقعا ترى نحن نعرف أن السياسة تحقيق الممكن بأفضل صوره تحقيق للممكن السياسة ما عنده عصى موسى يغير بها الوضع لا المعطيات التي عيشة تفرض عليه موقفه الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه ما عنده مجال لكي يقود الأمة إلى الصلاح وإلى الهدى إلا طريق العلم والدعاء فاتخذ الدعاء وسيلة فعالة لإصلاح المجتمع وبالأخص المجتمع كما يصفه الشهيد الأول محمد باقر الصدر قدس الله نفسه يقول الأمة جرت إلى الدنيا وإلى لهواتها بفعل كثرة الفتوحات وبفعل ما يحصل عليه الناس من غنائم والواقع المجتمع إذا انشد إلى الدنيا وإلى مغرياتها ضعف به جانب الروحي ضعف به جانب الروحي وانسلخ من أخلاقه ولذلك وقف الإمام زين العابدين ليصلح المجتمع عن هذا الطريق ولهذا إذا تلحظ كتاب الأغاني لأب الفرج الأصفهاني وهو يخطط أو هو يترجم للشعراء والمغنين في تلك الفترة وكيف تحولت شوارع مكة والمدينة إلى مراتع للغناء ومجالس لله بشكل مخيف ولهذا وقف الإمام سلام الله عليه ليتخذ من الدعاء وسيلة من الوسائل لإصلاح الأمة ولهذا إذا تقرأ الصحيفة السجادية تشوف الصحيفة السجادية تعرضت إلى الإنسان وإلى الحياة ماكو جانب من الجوانب إلا وتعرض له الإمام في دعائه تعرض إلى الجوانب الأخلاقية إلى الجوانب الإنسانية إلى الجوانب التربوية إلى الجوانب الاقتصادية وحتى إلى الجانب العسكري في دعاء الثغور فكانت الصحيفة السجادية نعم دستور عمل لحياة الإنسان المسلم هذا الجانب الثاني في حياة الإمام دخل نجي إلى الجانب الثالث الجانب الثالث في حياة الإمام سلام الله عليه علاقته بالمجتمع واقع الحال المتأمن لأحاديث لسيرة أهل البيت ما تلحظ أن واحد من أهل البيت عاش في أبراج عادية بعيد عن المجتمع لم يتفاعل معه لم يحسوا بآلامه بل كان أئمة أهل البيت أمل الناس بالشدة كهفهم بالرجاء ملجأهم عند الشدائد وكان الإمام زين العابدين سلام الله عليه مثال لهذا رغم شغال الإمام بالجانب العلمي على يعني جلالة قدر هذه المهمة في إعداد الأمة العلمي مع هذا الإمام سلام الله عليه ما نسى الأمة حتى في عبادته حتى في عبادة الإمام سلام الله عليه كان يشعر بالأمة وآلامها ولذلك لما تجي إلى الصحيفة السجادية تشوفه دخل إلى البيت فاتطلع وناقش مشاكله دخل إلى الناس في أسواقهم فحادثهم دخل إلى الإنسان في علاقته مع الإنسان فحدثه شك جانب من جوانب الحياة دخل لها الإمام وأعطى يعني لها مساراً بالحياة ومن هنا ش نعرف نعرف أن الإمام سلام الله عليه اندك بالمجتمع وحمل آلامه مرة يقف لله سبحانه وتعالى عابداً مبيناً له عبوديته ثم لما يجن عليه الليل يرى في جانب في مجهد عبادي آخر كيف عندما يجن عليه ليلة يضيق لثامه لكلاً يعرفه أحد لأن أهل البيت سلام الله عليهم أكرموا الإنسان وأكرموا قدره ولذلك جد الإمام أمير المؤمنين ينطين إسلوب بالعطاء ما عرف من قبل ذلك إذا إجا محتاج إليه يقول أكتب حاجتك على الأرض وانصرف يقول يا أبا الحسن دعني دعني أبيح بمتحة سأني أرد أمدحك قال لا لا أنا أكبر مما في نفسك وأقل مما في نفسي وكان يردد سلام الله عليه أجود ما كان ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتدمم المعنى اللي ياخذ ابن حيوز ولقد دعوت ندى الكرام فلم يجب فلا أشكر أن ندى أجاب وما دعي ومن العجائب والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى المتسرع ما كان عند الجد نراه اليوم عند الحفيذ بعضهم من بعض نراه عند الحفيذ كان إذا جن عليه ليلة ضيق عليه اللثام لكي لا يعرف حتى إذا رأوه أولي الحاجة والفقراء من الناس تنادوا لقد جاء صاحب الخمار لقد جاء صاحب الجراء نعم يقول ابن عائشة والله ما فقدت صدقة السر إلا بموت علي بن الحسين سلام الله عليه كان سلام الله عليه يعيل مئة عائلة من فقراء أهل المدينة كان سلام الله عليه في سمو النفس ورقيها من أن تتكبر على الإنسان لأنه كما يرى كما يرى جده النبي أن الإنسان مصدره التراب ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى كان سلام الله عليه إذا جلس على خوان طعامه اجتمع حوله الفقير المسكين المحتاج وكان يطعمهم بيده أكثر من هذا يحمل حاجة إلى عوائلهم لمن عنده حاجة وضعوه على المختسل فرأوا آثار مجل على ظهره يسأل الإمام الباقر يا ابن علي يا ابن رسول الله ما لنا نرى هذا المجل قال كان يحمل الجراب إذا جن عليه ليله ليوصل الطعام إلى بطن جائعة أو اللباس إلى جسد عاري أو الحاجة إلى محتاج أو البسم إلى نفس أنهكتها الحياة كان يوصل هذا وبعد كان يهيئ الماء لضعفة جيرانه ضعفة المسلمين لأنه ما كانت يسألة كانت آبار فكان يهيئ الماء للضعفة كان سلام الله عليه ينظر إلى أدق حاجات من معه إذا جاء رمضان وحل العيد أو الأضحى جمع الإماء والغلمان قال من كان منكم يريد الزواج زوجته ومن كان يريد شيء نعم أسدت حاجته نعم من رآه مؤهلا لأن ينبذ للحياة ليقيم بدوره بعد أن أهلته مدرسة علي بن الحسين فأصبح فقيها عارفا بأمور الحياة يعتقه ويعطيه من المال ما يكفيه إذن كان الإمام سلام الله عليه مع مجتمعه غاية بالتواضع غاية بالإحساس بحاجة المجتمع وسد حاجة المجتمع هذا التفاني في خدمة المجتمع والتضحية في سبيل المجتمع لا شك ولا ريب أنه يخلق حبا لا مثيل له في قلب المجتمع كما يقول جده أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إن لم تسعوا الناس بأموالكم تسعوهم بأخلاقهم بأخلاقكم أهل البيت وسعوا الناس بأموالهم وبأخلاقهم ولذلك ورث علي بن الحسين حبا في الجماهير لا يوصف نرى ذلك عندما جاء هشام بن الحكم يلتمس الحجر وكان ازدحام على الحجر لم يفرج له مجالا للحجر والناس منه أخوف وله أرجى ومع ذلك ما فسحوا المجال وجاء علي بن الحسين خلوا من كل شيء إلا من جلال الله سبحانه وتعالى تلك الصفة التي إذا أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان خلد في دنيا الإنسانية وكان موضع حب الله وحب خلقه نعم لما أقبل إنحازت الرجال عنه شمالا ويمينا وأقبل ليقبل الحجر ويؤدي ما عليه فضاقت نفسه شام من ذلك فسأل عنه وهو العارف به من هذا فقام شاعر المبدأ قام شاعر الكلمة الحرة الذي لم تجعله ينحني أمام الطغاة ليعطيه كلمة تخلد مدى الدهر ولتردد على الأنس هذا الذي تعرف البطحة وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الصالح العلم وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم إلى آخر القصيدة إذن هذا الجانب الثاني في حياة الإمام سلام الله جانب الثالث في حياة الإمام الجانب الرابع واقعة الطف وآثارها على حياة الإمام سلام الله لا شك أن واقعة الطف لم تكن واقعة جرت في فترة زمنية وانتهت إنما بقت آثارها في دنيا الحياة وستبقى مدى الدهر فدم عرقت كأنه من جدة الآن ينطق بالثرى ويعبره ما كانت واقعة الطف واقعة يحتويها زمان بل ستبقى مدى الأزمان ناطقة وهذا الواقع لو كان بنو أمي يعرفوه والله لحافظوا على الحسين ولم يقتلوا الحسين ما كانوا يعلموا أن الحسين يأخذ هذا المجال من النفوس وهذا الأثر من الحياة خلدت واقعة الطف ولم تخلد واقعة الطف لبادها مع جلال قدرها لكن واقعاً سبب من أسباب خلود واقعة الطف وقوف أئمة أهل البيت سلام الله عليه تعرف أئمة أهل البيت حاولوا بألف وسيلة ووسيلة أن يحولوا ما جرى في كربلاء يوم عاشوراء إلى قضية وليس إلى ذكرى تمر على النفوس وتنتهي وينتهي آفاره أبداً بواقعة الطف بقت في الأذهان وستبقى تداعب الأرواح والنفوس مدى الضهر الجراحات والدم المطلول أينعت فالزمان منها خميل ومشت تجرع الفتوح وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل والدم الحر صرخة تنبئ الأحرار والسائرين هذا السبيل وحديث الجراح مجد وأسمى سير المجد ما روته النصول ثم عذراً انتهت يا دم يا جرح فقد أرجف الخيال الشمول أرجف أنك القتيل المدمى أو من ينشئ الحياة قتيل كذبوا لن يقتل المبدأ الحر ولن يغلب النهى التضليل كذبوا لن يموت رأي لنور الشمس من بعد نوره من بعض نوره تعليل ويموت الرسول جسماً ولكن في الرسالات لا يموت الرسول إذن حاول أهل البيت سلام الله عليهم وفي مقدمتهم الإمام زين العابدين أن يحولوا ما جرى على أرض كربلاء إلى قضية نعم تتفأه فرق كبير بين أن نعيش واقعة كربلاء ذكرة تمر علينا فتنتهي وبين أن نعيشها قضية تفاعل في سياستنا وفي أخلاقنا نعم وفي كل مناهج الحياة وتتحول إلى وسيلة عمل وهذا ما دائب عليه أهل البيت وبالأخص الإمام زين العابدين سلام الله عليه أولاً أسس المجلس الحسيني الإمام سلام الله عليه أسس المجلس الحسيني وترك لنا هذا المنبر هذه الوسيلة لواقع الحال تتصل بعاطفة الإنسان ومن أسهل الأشياء على الداعية أن يستغل العاطفة لإنزال الفكر ومع شديد الأسف ما احترمنا هذا المنبر اللي تحسدنا عليه الأمم هذا واحد من القساوش يقول لو كان لنا حسين كحسينكم نصرنا العالم كله خلينا نصاره شوفوا الآن إشقد من النفوس مشدودة في محرم آلاف الناس تنشد إلى المنبر وهذا ما وجد في أي دين وما وجد في أي تجمع وما استطاع أي حزب أن يوجده إنما وجده محمد والحسين إذن هالمنبر فضل من فضائل النبوة والحسين سلام الله على الأمة لأنه واقعاً يطلع الأمة على واقعها ويطلع الأمة على التاريخ ويجعل من الأمة منطلق لكي ترى حاضرها ومستقبلها لكن مع شديد الأسف بعض اللي حان المنبر صار وسيلة تجهيل وسيلة تجهيل وأحلام احلمت وفلانة صاحل مات وشفت رؤية ما أدري أنت أحلمت من وإبراهيم الخليل أكلت باجة وترخمت على قلبك أنا كمسلم يعني شون أتعبد بأحلامك لا يا أخي أنت ارتفع بالمنبر إلى مستوى العقائدي ارتفع بالمنبر إلى ما أراده أهل البيت سلام الله عليهم لا تحاول تجي تنطين حشو حتى 3-4 ساعة على الناس وتنزل أنت جاء تاخد طاقة من الناس شكت جاعدين تحت من برك مئة ما أخذ منهم مئة ساعة الله يسائلك عن ذلك زين إذن أهل البيت سلام الله عليهم أسسوا المجلس الحسيني بعد الزيارة لأهل البيت وضمنوا الزيارات نعم مفاهيم تربوية وأخلاقية زين بعد ذكر الحسين عند شرب الماء السجود على تربة الحسين كل هالأشياء وضعها أهل البيت لكي يربطوا المجتمع بالحسيني سلام الله عليه وأول من فعل ذلك الإمام السجاد وبالأخص وطبعا العيمة اللي جاءوا من بعده وبالأخص الإمام السجاد عاشر قضية الطف صغيرها وكبيرها اكتوى بنار الطف والسبا وبرؤية فقد الأحبة وهذه ميزة امتاز بها الإمام السجاد ولذلك حاول الإمام السجاد رأى بالأمة شحنة عاطفية وجهها توجيه ديني شلون مثلا من بكى على أبي الحسين حتى سالت دموعه على خديه بوأه الله بها في الجنة أحقاب في الجنة يسكنها أحقابا لكن لن حول القضية إلا تقول تعال شيخنا يعني أنا أبوك وأنهب وأسلب وأبتشيلي دمعتين دخلت الجنة لا لا يعني لن حول فكر جعفر بن محمد الصادق إلى أضحوك لا لا اللي يقوم بهذا عارفا بالحسين ملتزما بدينه وبأخلاقه ويبكي على الحسين لا شك أن هذا يأخذ أثر زين فإذا الإمام سلام الله عليه اكتوى بآلام الطف وكان الوسيلة الإعلامية لنهضة الطف هو وعمته زينب كان وسيلة الإعلامية معا وتقاسمت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أي دب هذا بمشتبك السلاح وهذه من حيث معترك المكاره بالسبا وقفت زينب سلام الله عليها ومعها الإمام السجاد يساندها لترفع كلمة الحسين لأن واقعا كل حركة اجتماعية إذا ما تساند يساندها جانب إعلامي تنتهي لأن أكو جانب إعلامي مضاد ولا بد للجانب الإعلامي المضاد أن يكون جانب إعلامي قوي ولا شك أن الجانب الإعلامي إلى تأثير على عقول الناس وعلى توجهات الناس لأن إحنا من ننسى هذا واحد من أقطاب الحرب العالمية الثانية يقول إحنا غلبنا العالم بقنابل من ورق صور الآن أفتك سلاح هو السلاح الإعلامي فالحسين سلام الله عليه هيا الجانب الإعلامي الذي بيّن نهضته وأعتقد أقوله وأنا واثق لولا الجانب الإعلامي الذي قام به الإمام السجاد وزينب سلام الله عليها لما خلدت نهضة الحسين هذا الخلوط وقفت زينب سلام الله عليها أمام الطاغي الذي حاول أن يشوه الحقائق وقفت وكلها ثقة وكلها عنفوان أظن أنت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وأفاق السماء أن نبنى على الله هواناً وبك عليه عزة فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك والله لا تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا وما جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين هل بالضريح عقيلة تتوسد أو صارم تحت الثرى يتمرد جلا بزينب رملة والأرض كم تشقى بها أو تسعد خلق به فيما تألق حيدر وشمائل تزهو يزهو بهن محمد جمعتهم الزهراء فيك فأنت ما بين النبوة والإمامة معقد إذن وقف الإمام سلام الله عليه ليبين معالم الطف وأحداث الطف ورغم كل ما جرى عليه ما رآ منكسرة حينما دخل على الطاغ عبيد الله بن زياد وهدده بالقاتل وقف مستهزئاً بهذا التهديد مستهزئاً بهذا الجبروت قال أبي الموت تخوفني أما تعلم أن آبائي وأجدادي ماتوا تحت ظلال السيوف وحينما دخل إلى الشام وهو الفاقد للأهل الفاقد للأخوة الفاقد للأحبة المتحمل آلام السباة الذي يرى عماته تعرضنا للسباة وصعد خطيب يزيد لينال من علي والحسين لما نزل قال تباً لك وتعسن أيها الخاطب اشتريت رضى المخلوق بصخط الخالق فتبوأ مقعدك في النار ثم اتجه إلى يزيد قال يزيد اسمح لي أن أصعد هذه الأعوات وليش قال الأعوات لأنه المنبر الذي لا تقال عليه كلمة حق فهو أعوات وليس منبر اسمح لي أن أصعد هذه الأعوات امتنع يزيد قالوا له دعه يصعد على المنبر لنسمع ما يقول قال والله إنه هذا يعني شقدر يسوي شاب لا يقدر ما لا يستطيع أن يفعل شيء قال ويحكم إنه من أهل بيت زق العلم زق والله لا ينزل من هذا المنبر إلا بفضيحة وفضيحة آل أبي سفيان فعلا يعني أرغمه صعد على المنبر حمد الله وأثنى عليه وصلى على جده النبي وبيّن بعض معالم الدين ذكر الناس بالآخرة وبالموت وبالمعاد إلى أن تهيأت النفوس لجأ قال أنا ابن نقيات الجيوب أنا ابن عفيفات الخدور أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن فاطمة الزهرى أنا ابن المذبوح من القفى أنا ابن من حرمه من كربلا إلى الشام تهدى أنا ابن مسلوب العمامة والردى يعني هذه الأحداث واقعا ما كانت تفارق الإمام أبدا كان يبكي الليل والنهار حتى عد من البكائين الخمسة لما جرى وما كان بكاء الإمام ترى بكاء الوكعا لكن يريد بيّن المظلومية من المشاهد اللي ما كان الإمام سلام الله عليه تفارقه آخر مرة إجا أبو الحسين دخل عليه جلس عنده قال كيف أصبحت يا بني قال بخير ما أبقاك الله لي يا أبا قال الإمام السجاد أبا كانت لك عادة عندما تأتي لعيادتي يأتي معك عمي العباس أخي علي الأكبر أطرق الحسين قال بني عظم الله لك بأهل بيتك قام يذكر له فلان فلان الإمام يقل له عظم الله لك الأجر انتفض قال عم زينب علي بسيف وعصى قال الحسين ما تصنع بها يا نور عيني قال أما السيف فأدب به عن حرائر رسول الله وأما العصى فأتوكأ عليها صاح الحسين أخي زينب حبسيه لإلا تخل العرض من درية آل محمد صاحب صات يا زينب تلزميه مولد شعب قلبي دردي المشهد الثاني اللي ما كان يفارق ذاكرة الإمام دخلت زينب قالت عم يا ابن الحسين يوم العاشر بعد أن انتهت المعركة عم يا ابن الحسين أرى الدنيا قد تغيرت العالم تغير شكله وما أرى لابن أمي شخص ولا أسمع له صوت قال عم زينب ارفع لي طرف الخيمة رفعت له طرف الخيمة التفت إلى عمتي زينب قال عم زينب استعدي للسبا فهذا رأس بي على رمح طويل الله يساعد قلبه مرمي على أفراش الوليم مصدوع لفا يسمع ضلوع حسين تتكسر بالجياد ورأسه يشوف انقطيع وتعلع للإسنام الظلمة يا اردا شدي الخيال المجبلين عني الأب وبر وقع وين بعد عدلي وطلونين احسين يا ظنوة الطيبين بعد مشهد ما كان يفارق الإمام كان يبكي له الليل والنهار لما جاء بالهزل من النياق لتصعد العائلة ابن سعد قال من حوله اذهبوا اركبوا النساء صرخت زينب قالت يا ابن سعد لا يقرب أحدا إلينا نحن ركبوا بعضنا بعضا نعم تركبوا العائلة الأطفال بقت زينب وأم كلثوم زينب تقولها صعدي أم كلثوم تقولها لا أخيها أنت صعدي قالت زينب لأم كلثوم أختي صعدي أنا لي من يصعدني أصعدتها على الناقة ثم اتجهت إلى العلقم صاحتها بالفاضل أنت الذي أخرجتني من وطن جدي فقم الآن وركب أختك آه يا حسين دبر هاي زمان وخان بي منين جتني كربلية وعمت علي لتلوم قلبي إلو أثقال يحسين همي اطلعنا بجلالة وبالفضل يبرى لضعنة واليوم واليوم لازم ناقتي يشتم بهنة فرحان شامت بالجري عليك وعلي أنا الجرالي ما جري الإنس ولا جان يقولون أيوب ابتلية لكن عليها أيوب زالت محنتي وعفى الرحماي وانا بليتي للحشور تسعر علي وانشان 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 يعقوب ابتلاب مفقود للأولاد ليلونها ريهيد لا بطل ولا همؤاد عنده دعش محروس عنده دعش محروس والغاية بعلي إعاد وانا فقدت سبعة عشار بالغادرية وانشان 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 أمض العهاب الباب مكسور أنا انكسر قلبي بمصاب أهل الحمية آياه ويصيح واذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أغاتي عندنا أخوان مرضى أخوان عتم حاجات أوصونا بالدعاء الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه هو يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه هو يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أسألك بنور وجهك الكريم إلهي أقسم عليك بربوبيتك أقسم عليك برحمانيتك أقسم عليك برحيميتك شافي كل مريض يا الله اللهم اقضي حاجة كل محتاج أرجع كل غريب إلى وطنه أخواني الحاضرين من كانت له حاجة لك فيها رضا وله فيها صلاح اقضيها له يا الله اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يومنا القاك واسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك يا أرحم الراحمين أخواني الحاضرين اللهم وحفظهم فردا فردا القائمين بهذا المأتم اللهم وتقبل عملهم وإلى روح أمواتهم وأرواح أموات المؤمنين والسامعين ورحم الله من يقرأ الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة